أصخيرات البلد المغربية التي كتب لها أن تشهد مصالحة الليبيين كتب لها أيضا أن تكون المكان الذي منه أعلن عن تشكيل حكومة الوفاق المعدلة والتي يؤمل أن تنهي مرحلة الفوضى والاغتتال الداخلي تم التوصل لإعادة تشكيل الوزرية بعدد 13 حقيبة وزرية وخمسة وزراء دولة وروعية في الاختيار الكفاءة والخبرة والتوزيع الجغرافي وطيف السياسي الليبي ومكونات المجتمع الليبي مشاركة المرأة كانت بثلاثة مناصب وزرية تشكيل الحكومة الليبية جاء بعد خلافات حادة حول الوزارات السيادية كادة تعصف بالأحلام الليبية في الوحدة والاستقرار وهكذا تم الاتفاق على منح حقيبة الدفاع للعقيد المهدي البرغتي مع ملاحظة أن الأسماء المشكلة لحكومة الوفاق هي نفسها بعد أن تم تقليسها بسبب رفض مجلس النواب التصويت عليها لشمولها على أكثر من 30 حقيبة وزرية ندعو أولا وقبل كل شيء وبعد كل شيء الليبيون الذين يعانون من الصراع يعانون من نقص الخدمات الأساسية ندعوهم جميعا أن يدعموا هذه الحكومة ويبقى تصويت مجلس النواب المعترب به دوليا ضروريا من أجل أن تحوز تشكيل تفايد الصراج المصغرة للشرعية والاعتراف الدولي وهو ما يشكل الخطوة الأولى في طريق الحرب على الإرهاب وبناء مؤسسات الدولة لما فيه خير ورفاهية الشعب الليبي واستقرار المنطقة وبالإعلان عن تشكيلة حكومة ليبيا المعدلة تكون اتفاقية السلام في أسخيرات قد وصلت إلى نهايتها ليبقى أمر مصادقة على هذه الحكومة من عدم متعلق بمصادقة مجلس النواب الليبي في طبرق المصطفى العسري قناة الإخبارية أسخيرات